قطاعاتنا الاقتصادية المفخرة للبلاد على خطر فيها الانتاج على خطر فيها الابتكار على خطر فيها قوة العمل على خطر فيها تنقل تاريخ تاريخ التونس الآن ولمعروف وصفورفان معروف الأحذية وإلا زادة كذلك النسيج والملابس إلى جانب الكابلوات تعرفوا القطاعات هذه هي قطاعات وعدة وهذه هي قطاعات ناجحة وتعرف نجاحات وعندها ريزليانس عندها زادة كذلك قوة في أنها تقاوم الهزات والهزات رهي كانت برشا مرحبا نفعل نيفرنا برئيس الجامعة التونسية النسيج والملابس مرحبا بيك وبيك بجميع المستمعات شاء الله أقول عامو أنت حايب خير الآن مش نرجع للقطاع لكن نعرفه زادة كذلك كما قلتنا كان فما هزات كبيرة عشر سنسعاب برشا عرفهم العالم عدم استقرار مالي اقتصادي الكورونا من بعد أسعار النفط أسعار المدخلات الأسواق والمنافسة العالمية المبادلات التجارية لمجدمة متكافأة هذا الكل زادة كذلك يمكن حتى تبادل السلاع اللي عرف اللوجيستيك اللي عرفت بعض المشاكل زادة كذلك بما أنه الكلف عرفت مشاكل هذه الكلها مشاكل موجودة يوميا نبدأ بسؤال سريح حول وضعية قطاع النسيج والملابس 23-24 ماذا أحوال القطاع سعى قبل كل شيء سي نفع القطاع كما قلت انتي تركمت عليه برشا عشي ناما كما قلت انتي زادة إلى تري ريزيليون أثبت المتانة متاعه والمؤسسات أثبتت متانتها وأثبتت بعض النظر متاحها المؤسسات اليوم ما هيش بالكل المؤسسات متعاشر سنتين مهمش بالكل متاع عشرين سنتين مؤسسات تموقع آخر في الأسواق تموقع آخر في المنتوجات قيمة مضافة كبيرة ياسر هو أول أول مشغل وثاني مصدر في القطاعات المعملية أنا بش نعطي كوميم معناها رقب مهم جدا في العشرة أشهر متاع الفين وثلاثة وعشرين مقارنة بالعشرة أشهر متاع الفين وثلاثة وعشرين في العشرة المزودين الأولين متاع الاتحاد الأوروبي تونس الوحيدة البلد الوحيد في العشرة المنافسين متاعنا اللي مكنت من تحسين البارد ومارشي متاحها وصدرت بزيادة بستة سبعة في المية مقارنة عليش كيفش عمالني هذي ألوخ بش نزيد نقول لك في نفس الوقت الاستهلاك والتوريد متاع أوروب بنقص باربع عشرة في المية وفي نفس الوقت منافسين متاعنا عشرين إلا عشرين في المية صين إلا ثمانتاش نفيه بانجلاديش إلا ثلاثتاش في المية تركيا إلا خمستاش في المية المغرب كيفش عمالني عليش عليش على خاطر المؤسسات والمهنة قامت بجرد الذات اللي أخر لوتو كريتيك منذ سيني وقررت التموقع في أسواق أخرى وفي منتوجات أخرى والطلوع منها الصعود في القيمة المضافة بدينا نراو الكلفة قاعدة تزيد كل شيء قاعدة تزيد اليوم مثلا كلفة والقدرة الشرعية متاع الأجارات متاعنا دهورت كثيرا وما ثماش سنة ما صارش فيها زيادة في الأجور في الأجور توقعين نحن نزيدنا نتناقش في زيادة أخرى في 24 إذا كان الكلفة قاعدة تزيد والمنافسة قاعدة تزيد ونحن نقعد من غير من نغير البيزنس موديل متاعنا ماشيين للحيد وخلافا لما يعتقد النسيج اليوم من أكبر القيم المضافة التي تخلق في البلاد هذه في الصناعات المعملية هذه الليماج صورة متاع الشركة متاع كونفكسيون في معمل ويتبيع في التقايق هذه مشاعل روحه أغلبية المؤسسات مهيكلة كبيرة جدا متريز كبيرة تقنية التموقع في سلاسل القيمة كبير برشا منتوج ذات تكنيسيتي كبيرة برشا الاحترام للقواعد متاع الشغل احترام لقواعد البيئة احترام البيئة السيرتيفيكاسيون اللي عندهم المؤسسة التونسية ما هي موجودة في حتى بلاد منافس ومعناها مؤسسات قاطرة كبيرة نعرف المئة مؤسسة لولانين في القطاع نسيج على ألف وستمئة مؤسسة يعملوا في ستين في المئة من التصدير وحولهم هما أثور دو ثم ديز انتربريز أخرين اللي هما يعملوا المناولة لاخذه وهي ثمت كامل في النسيج هل ترافق الدولة بما فيه الكفاية الديناميكية هذه وقت اللي صادق مجلس الوزراء في آخر ديسمبر 22 على استراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار اللي تخص دفعة جديدة من الإجراءات الضمنة حوالي 160 إجراء جديد الضفة للدفعة الأولى واللي شملة 27 إجراءات تمت المسلق عليها في أكتوبر نصت على الضمانات للمستثمر الأجنبي وفي مقدمتها حرية امتلك العقارات باستثناء الفلاحية والحق في امتلك كل الحساس والأسهم إلى جانب الخطة الاستثمارية الجديدة 23 28 بيه الانفيرانمان شنو يحويله الدولة بحذيكم مش بحذيكم البانكة بحذيكم مش بحذيكم السيرانس بحذيكم شنو تحس بيه بيه واحد ما يحطش كل شيء خالق ومش كل شيء وردي مرغم كل المجهودات اللي كنت تحكي عليهم الواقع متاعنا صعيب برش عليش صعيب على خاطر اهنا في الميدان معنها اللي يتقال والنواية الحسنة معنها نبيركوهم نماء يلزمنا تغيير نحسوه ملموس على الميدان ونعتيك عديد من الأمثلة احنا حكينا مثلا في هال في المزور هذوم السوبليسمان اللي بحكينا فيهم اللي وصارت صدق عليهم في الفين وعشرين ما يخص مثلا نقصة البناء ولا شهادة التصنيف الاخير نعتيك مثل بسيط نعتي مثل مع مؤسك برئيس أوروبية كدو عليه ما ننذكر هيش خذيت انباتيما كان على ذمة انجروب فرنسي متاع أوتوموبيل المتاقة سليمان خذيتو عندها عام شما تخذيتو شريتو كريتو خدر هو كان فيها مؤسسة تخدم القطاع خذيتو وإلا نفيستي فيه استثمار مليون أوروب قربت أكثر شوية من ثلاثة مليون دينار وصبت الرخص تاخذ التصنيف ومش تاخذ شهادة الحماية باش تتمكن من أنها تفتح عند عام لماذا؟ لماذا؟ لن نجم أن نلوم الناس الذين قدوا قدوا دوسي على خاطر قالوا الأرض ذات صبغة في لحية وقت المؤسسة كانت تخدم وعندها ترخيص وعندها رخصة وعندها رخصة البناء لفات الذي تم مطلوب في الدوسي والدوسي هذا لم يوجد المؤسسة هذية نجم تلوم على الإدارة التي طالبت بالدوكيمو هذيك من نجم تلوم ونجم تلوم على المستثمر كيف هز شلقيتو ومالغيتو يقول لك أنا من المرش بدين أنقذ خوفك علي كيف نحكي على العديد من هذه أعطيتك سلطة الكاريكاتور كل يوم هذا الواقع مثلا جزء من الواقع مثلا يقول الذي تم معروف القاعدة 20% من الإجراءات الذي تنحي 80% من الإشكاليات إحنا في عوض 200% إجراء ولا غيره كان نحط اليد في اليد ويدينا مع إحنا نخدم وقال الآخر ونكد ونجد والنتائج موجودين الحمد للله الرقام موجودة ويظهر لي في ظروف صعبة إذا كان نريد فلنجي ونحد مع بعضنا هل 20% من الإجراءات التي تخليك كفاعل اقتصادي على الميدان تحس الذي تم حاجة قادة تخير ومترينو 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 مطلوب ممتازات التنفسية التي نجم نعطيها للمؤسسات بشيقار روحهم على مستوى الأسواق العالمية أعطينا في بعض العنوين الكبرى لنعطي مبادئ الامتيازات واحد نسيناهم وقايسنا منهم ومعاش نطلبوا بهم الخاتر بكل موضوعية دولة اليوم حالتها المالية المالية العموية بتاعها ما تمكنش ويأخذ 5% على رقم المعاملات مدة 5 سنين ويأخذ التيران بالجنيه السيمبوليك قادرين عليها نحن نش قادرين عليه منش طالبين به ومنش نحن نحن مو به وولينا ماش طالبين مش أرض بالدينار الريمزي حتى شي هاتوا نقولك نش طالبين طالبين أن وماش طالبين زادة في كل صراحة ولينا حتى مثلا معناها اللواء sur l'investissement قانون استثمار اللي يعطي مثلا subvention d'investissement في les zones de développement رégional zone 4 ou zone 3 وكل bon les zones de développement رégional مع صحيح مع صحيح يعطي subvention هذا ما يعمل un plan de mise à niveau عندك subvention subvention نسيها العام والاثنين مع مع هذا الكل أقلمنا معه أحنا اللي طالبين أنه الطاقة متاعي نستثمرها في خدمتي نستثمرها في الأسواق نستثمرها بش نحسن الجودة بش نحسن انتاجية بش نحسن تموقعي في الأسواق من 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 استثمرها في الإدارة في ديلا بابراس في من استثمرها زائدة بكل يوم مع المشكلة سيد الرئيس قال أريد المرة الأخرى على الارتيكل 146 على الفصل 96 فصل 106 106 106 106 يكبل بصفة كبيرة في الإدارة والتدعيات على المؤسس بصفة مباشرة كيف الناس تولي مرعوبة ومعادش يحبوا يمسوا حد شيء ويأخذوا حتى إنيسياتيف وأي فرقل ولا ما يحبوش يأخذوا فيها إنيسياتيف ولا بيأخذوا فيها إبا سي أن بلوكاش تتال هذي اللي عايشين يوميا نجي وتاو انت مش بدنا قانون المالية جديد اللي هو أعطاه معنا مدة أربعة سنين للاستثمارات أعتراه في 2019 عطينا مدة أربعة سنين للاستثمارات جديدة نجي ونلقاه مثلا مؤسس فرنساوية تعمل في السهل تخدم تعمل الخياطة جيت تخدم في ملابس الشغل جيت عملت أتلي شركة جديدة في 2019 باستغلال تحفيز هذي عملت شركة جديدة تعمل تريكوتاج تعمل القماش اللي بش تستعمل هاي الخياطة ولا بش تبيع تتمتع بال الامتياز هذ المترجم تتمتع لفات اللي ثم إنسان في إدارة جباية ومن نجم شنقل عندك ما عندك الحق ولا عنده الحق ما عند جسو نوتر في هذي الكل مجي قولك آه عمل المؤسسة هذي بش يهرب يهرب المربيح اللي كان بش يعملها لو كان خط الاستثمار هذي كفي المؤسسة هذي سمحني إنسان في الخياطة وعمل مصنع متع قماش في نفس الوقت أنا أربع سنين التالي 2019 2019 أنا بيدي قاد جتبتي أندوسي متاع معمل متاع خياطة في سيدي بوالي أعمل ماتيريال متاع طباعة على الأقمشة بش يستخلي المؤسسة هذيك اللي هو الاستهلاك ويبيع حق باهي منعوه بش يبيع علش قالوا له علش معملت الشركة خارج ال وذي الكل تأويلات متاع إنسان في الإدارة خايف لا يمشي يبحث هذي يقول هنا ومكبل أنه يأخذوا الانيسياتيف والترانش ولا فالو ثلاثة شهر من اجتماعات بش سيد هذا يأخذ الرخصة أنه يبيع الأقمش المتاع على خاطر ما نحن نجم المتاع يعمل في نساج مع السكتور الفونكسون المتاع الدولة نحب أكثر تطبيق للقانون و تطبيق للقانون هذا يكون نحب نحب نقوم بذلك نحب أكثر عادلة في توزيع الثروة التي نخلقها هذي نوفق فيه نحب أكثر شركات أكثر مسؤولة اجتماعيا وبيئيا إلى آخر هذا الكل من تشكيل فيه هذي الكل نقعد مع بعضنا ونقول كيف نخلق أكثر ثروة كيف نجلب أكثر استثمارات كيف نجلب أكثر استثمارات أجنبية كيف نخلق أكثر موطن شغل كيف زادة باش نمكن بعد هذا الكل من توفير أكثر موارد مالية للدول كانت تفقوا هذا لديل أخويا لا تطلب شيء سهلي لا تحسب قبل ما نعمل لا تطلب حتى شيء تسمعني وتسمعني وتسهلي الأمور التي تهربني وتهتكلي الطاقة بتاعي في لا يعني وتخليني خايف وتخليني متخوف من المستقبل ما نتصور روحي كيف غدوة المستقبل المتاعي اليوم راهو نقوم برشا حاجات صائرة طيبة جدا إلى آخر تم مجهودات قاعدة تقوم بها المؤسسات في كل القطاعات مش كان قطاع نسي جبارك إننا بكل صراحة لا رزولتات صلا راهو يجبنا نكون نوعين بالليقات صاير شنو اللي صاير تحاوليت يصاير في العالم المنافسة المنافسة تغيير الليجسل العقليات العقليات ايه اللي جيد اغلبية المؤسسات مجبورة بشتعمل لبرودكسون دو فوتو إننا نرى القانون يسمح بكل مرونة أن نرسكله نفايات لما الأخرى سيد الرئيس مشاهل الفوليات إننا نرى يعرف السيد الرئيس اللي اليوم مثلا المؤسسات اللي عندها خردة اللي عندها مواكينات فزدة يعنيها أغلب الوقت وهنا قاعدين إن شاء الله يربي أذين صاغل أبسطناها مع الإدارة العامة للديوينة ندفع خمسة دينارات في الكيلو على المكينات اللي بيشنا عمدونهم أوروبية اللي احنا قلنا نعطيهم للفوليات بيش تستغلهم لونك القانون عائق والناس الكل مكبلة خايفة أي امتياز تعطي المؤسسة ينجم ينقب عليك في نطاق هالأرتيك الـ 146 بتنجم تلوم على إنسان في وزارة البيئة أولا في الأجانس الناسيونالي البروتكسون للانفيرونمون ويكالة تحيي يقول لك أنا مش دوري باش نحفز الاستثمار أنا دوري باش نطبق القانون واللي هذا مسامحني ما ننجم مش نعاونك بأي مرونة في الدوسية الفلاني على خاطر أنا القانون ينطبق علي وغد ينولي نبحث وثم منهم مش كوني يبحث تنجم تلوم عليهم ما تلومش نوالي أسكو تنجم أنت في المناخ هذا العام تنجم تتصور لنجم يخدم بأراحية ولا مستثمر أجنبي يجي هذا ما حكيناش على أمور باقي أنا عودها اللي عنده أهمية أنا البارح مع عمل في رأس الجبل كيلي على حريف عنده عنده خبستاش نزن يخدم بلجيك جاي قالوا ما نوقف ستوب عليش لا عنده مش هيكل متاع جودة عليش قال لك أنا في تونس أنا عايش نجي كل عام مرتين نحس اللي قاعدة الأمور تتدهور اللي نيقلة الوطنية معذبته المناخ العام في البلاد معناها العشاك الوسخ سمحني إلى آخره متقلق يقول لك أنا نحس في أمور ما هيش قاعدة تتحسن بل قاعدة تتوخر ولهذا لفتة كريمة نعتيه قيمة لكل تولي ديتي اللي قد يعتبر صغيرة وعند ناس أخرين في عين يوم يخزر له في مناخ الاستثمار يخزر له في حياته اليومية يخزر له يحب يحط فلوسه في بلاد اليوم فرحان نجيع قاعدة تقول زناف شئ هاته فمش كان ربح قصدك كان الناس قبل تجي يخدم ويتمتع يجي في الصباح ويذهب في العشية وهذا الكل يتغير بسهولة غير مهجة الاستثمار وينجم يتغير بسهولة الله راوي نقول لك النطافة ما تستحقش المكانيات لا لا بسهولة بسهولة يلزم 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 اختيار الأشخاص اللي يبدأوا مقتنعين بهذه ومقتنعين به الديتاي هذي ما هوش راوي من الجموش ما هوش بالزيجونيراسيون فسكال اللي بش نعود ونتخل استثماء بالصورة البلاد خلنا نرجع زينا للكورديوميتية ونرجع شوي زينا للخدمة وللانتاج ليد العاملة موجودة مش موجودة متوفرة مش متوفرة متأهلة مش متأهلة اللي يعني وفي نفس الوقت زينا كذلك الآن وين وصلت المفاوضات المفاوضات الاجتماعية في القتاع نشوف احنا بكل موضوعية نفتخر باليد العاملة الموجودة والمش موجودة في مناطق معاتش موجودة في مناطق المناطق الساحلية لكل المعاتش موجودة بقلة كثيرة عليش على خاطر لعديد من الأسباب نذكر منهم الأهم أهم منهم هي أنك في وقت معين صورة القطاع ما كانتش طيبة جدا يعني بالنسبة اليوم الناس يقول لك القطاع الناس يقول يحكي وعلى الأزمة وعلى الصعوبات وعلى التسكير وعلى الإغلاق وعلى الذهاب إلى البلدان أخرى وأنا من رأيش روحي لويش عليا أنا اليوم عندي فتاة ولا شاب عنده 18 سنة بشي يتكون وبشي يخدم في مستقبل في النتيج في الخياسة عندنا صورة تخلي ما عادش يجيوا كناس والحاجة الثانية هي بكل موضوعية منافسة من قطعة أخرى نحن في الوحدة المتعينة الكونكورنس مع الكابلاج أوتوموبيل والإلكترونيك واقع معناها أسهل أريح خلص خير خلص خير أه لا مش بنيها في حاجة مقامة أرتح أرتح مواندوسترس في منطق السحيلية قلنا ثم مشكلة والمؤسسات نحكي وعلى التكوين والمؤسسات أخذيت والحرفة المعنى هي الـ خذت على عاطقها مع وزارة الشرون الاجتماعية يعني وزارة التكوين فلت تكوين خذت على عاطقها أن نبعثوا مراكز تكوين في وسط المؤسسات والبعض منها مع التعاون مع التعاون الألماني وخذت على عاطقها زادة رسكلت مثلا مدرسة المواندسية بمستير وإعادة البرمجة متاحة إلى خير لذلك أخذنا بعاطقنا جوز كبير من الشيء هذا اليوم بكل موضوعية نحن نحكي لك مثلا لاتي سي او الأجنس تونيزين اليوم لا نكونوا لا يكونونا ولا يخاليونا اللي نكونوهم نحن تي سي تي والتي تعمل في الببلي سي تي والمناظرات للدبار للكندا نحن عانا المهندسين متاعنا والتقنيين متاعنا يهربوا بيهم المغاربة ويخرب بيهم المصار ويكان مهربوش بيهم مجمعات فرنسوية والألمانية يهزهم الفيتنام ويهزهم الغير وحتى التكنيسيين والزوبراتور يخذوهم بشي تريحة في المناطق أخرى الي هين المناطق داخلية ثم امكانيات كبيرة وهذه احنا الي يلزمنا نمشي ولتاول مؤسسات لكل ماشين المناطق هذه اه وينوت اما ثم اشكليات أخرى مثلا احنا نعرف الي مناطق قفصة والقسرين وقع في سبتمبر 2019 خرجت قرار قرار انه اعفاء من مساهمة الاعراف في السينيسيس للمؤسسات اللي قبل خمسة سنين اضافية اللي تكونت قبل 2021 واحدش هذي من سبتمبر 2019 وقع بريفو بيش تبث لجنة في المؤسسات في مارس 2020 اوه 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 انتريتان السينيسيس قادة تبعت في عدو المناثي اوه وتعمل فليسي ويندرا مؤسس سيزي عليها سيزي عليها ولا ريسك يبعث لها يبعث لها حريف بيش تشدلو تشدلو ثم ريت الاشكاليات الاشكاليات انو نعملو بال على الوراق التنفيذ ما يتبعش وهذا اللي نمدو يدينا بيش مع بعضنا نحلو هالاشكاليات اللي ترجع الثيقة ترحى 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 فكرة اليد العاملة هذي انو يتبدل قانون الشغل بيش نجم وندمجو الافارقة في النسيج الاقتصادي ترحت فكرة انو جزء من الافارقة ينجم يكونوا موجودين في اليد العاملة انتو هذي مطروح انكم ولا لا سين فعل الله بكل صراحة انا من ندفع لانو ندمجو اليد العاملة التنسية انا نمشيو للمناطق الداخلية ان نخدمو الناس الافارقة اول حاجة ما همش سابل ما همش انسان باش تعمل عليه احنا نحبو نبنيو العشرة سنين القدام وعشرين سنين القدام ما كش نجم تبني تكون باش مبعد يحرق ولا باش يعمل شوية انتخاب قول موجود في المناطق الداخلية ننفستيو في المناطق الداخلية نعم نمشيو اما اما يعيشكم عاونونا منش طلبين دي مراكل طلبين يونيك منيها نطبقو القانون خلوو نخرج في 20-2009 عاونونا نقعدو 4 سنين باش نفعلوه مع الشكر الهناس ينافع الفكرة الاساسية زادة كذلك حاول يمكن المستقبل متع هذا الكل احنا وقتا اللي نعمل الواسوة نبدأ ونكون في التنافس العالمي ونكون موجودين زادة كذلك عنا انسر تنصف وارفير احنا احنا لننخدم في الصغار لننسغل تحديات الامبراند كربون وذلك الكل موجود ونعرفوه غضوة لنرم اناف ونرم واحد اخر تتحط على حاجة محطوطة حتى كانت تصنع شي تصنع في تونس النجم ونكون ونحنا موجودين في المواصفات هذه ايه يكفي هذا يكفي هذا سنينفا عليش اليوم غير قادرين انو نتعدى وزادة لديمارك تونيزيان عليش اليوم غير قادرين على الاكتساح عليش اليوم غير قادرين ونحنا جزء بتيجوار معناها في اخر المطاف انتي اخويا منافس ما بين المنافسين اوروبا هي المستهلك واذا كان هي المستهلك انتي المطمورة متاع وكالكو تصنع اوكي به فيها عملة صعبة وفي قدرة تشغيلية وفي قيما في اللخر في اللخر تونس تطلع بجوانح وتكون قادرة انها عندها مركاتها زادا وانه تونسي يشري تونسي زادا سمحني سينافا أبرتو يا انساف وارفير يعطيني مركات تونسية زادا في المرش التونسي شوف هي راه توزيع مهنة وصناعة مهنة نحن نقول اللي سوق تونسية ما قدرش فيها احنا 12 مانيون مستهلك انا ما بقي بقدرة شرائية متاع 500 ألف مستهلك السوق هذي سوق تونسي سيناف على اي حاج يقول السوق التونسية سوق صغير لا لا ما قللتش منها لا ما قلتش تقليل ما قلتش منها بالنسبة لان السوق التونسية سوق التونسية ساعة متواجدين فيها عديد والعديد من المركات التونسية واللي خرجت من حدود تونس متواجدين في الجزائر ومجدين في الفريق ومجدين في المغرب هذي واقع المنافسة وجود تواجد مركات أجنبية في تونس هذي كان يحفزهم زادة ويخلي يعطيهم أكثر مجودات نمشي السوق فيها 450 مليون مستهلك السوق الأوروبي التي تمثل 18% من داخل الخام العالمي هذي مفروغ منه نقعدين نبيعه في منتوجات ذات قيمة مفروغ 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 من أكبر الأسواق المحلية هي الأسواق الإدارية التي تنجم تقول تضمح لأن مالوريزمو بالمشاكل المالية العمومية الأسواق مفروغ والأسواق والأسواق تتعب من أنها تمشي المؤسسة العمومية والأسواق المؤسسة الهواء الدول يجب أن نمشي أكثر. يجب أن نمشي أكثر. يجب أن نمشي أكثر. يجب أن نمشي أكثر. يجب أن نخدم من ألف إلى عشر ألف إلى عشرين ألف. أما ذات جودة في ماركات عالية إلى خير. وثمت مع الصناعيين الذين يخدمون السوق بحالي. يجب أن نشكرك سنافع. نقابلها ونفهمها ونفهم تحدياتها. نفهم بعضنا ونشارك بعضنا. نرجع الثقة ونبني مع بعضنا. ونتعاون لتحدث الأولويات. أولويات تغير لك الدون وتعطي دفع جديد. وتجعل الناس نافحين على الخدمة. شكرا لك. بركة الله فيك وبركة الله فيك على الطاقة هذه. مع بداية ثلاث سنة.